هنروح لخبر كمان جيد مصر تستضيف بطولة أفريقيا اللي بكون غفوه بعد غياب خمس سنوات مصر ما استضافتش هذه البطولة البشمهند الشريف مصطفى رئيس الاتحادين المصري والأفريقي اللي بكون غفوه أعلن استضافة مصر لبطولة أفريقيا رقم تمانية واللي هتتلاقي في أواخر شهر مارس اللي جاي خلاص مفيش وقت وقال البشمهند الشريف ان البطولة من المتوقع فيها مشاركة حوالي 200 لعب ولعبة من حوالي 14 دولة واكد ان مصر تستضيف البطولة دي بعد غياب خمس سنوات وان ده بيتم تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية باحتضان الأشقاء الأفارقة في بلدهم الثاني مصر وكمان لان مصر بقت فيها بنية احتية زي ما قلت لحضراتكم تساعد اي اتحاد لعبة في مصر لنتصديف كبرى البطولات العالمية وفي اخر كلامه قال ان اتحاد المصري بيشتغل دولة على ملف تنظيم البطولة خلاص ما فيش وقت احنا متكلم في مارس يعني اقل من شهرين عشان تظهر بأحسن شكل ويدل على النهضة اللي بتعيشها مصر في الفترة الحالية خلينا اقولكم انكم نقفوهم الالعاب اللي برضو مصر بتحط عليها امال كبيرة في تحقيق مدالية اولومبية كل التوفيق ليكم ان شاء الله